نحن لنا موقف واضح أبلغناه لكل الأشقاء أننا نريد وقف العدوان الصهيوني بلا قيد أو شرط ورفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان على المسجد الأقصى ووقف الاستيطان بقي أن نرى إلى أي مدى ستستوعب الإدارة الأمريكية ما حصل لسيما أن الإعلام نشر اليوم اعتذارا للرئيس بايدن عن تقليله أو استهانته بحجم الشهداء من النساء والأطفال طيب هل يمكن أن تتضمن هذه المفاوضات التي تجري الآن أو اليوم موضوع الأسرى العسكريين وهل تم إطلاعكم على هذا الموضوع وهل لديكم تصور كامل عن هذا الموضوع يعني كيف سيتم أو لديكم سيناريو واضح بخصوص هذا الموضوع الحقيقة نحن لدينا سيناريو واضح ونحن أبلغنا الوسطاء بموقفنا البحث يجب أن يتركز أولا على إنهاء العدوان الصهيوني وثانيا على إنهاء الحصار وبعد ذلك يمكن أن يتم البحث في قضايا أخرى ومنها قضية الأسرى ما حصل في الأيام الماضية واليوم غدا هو ذو بعد إنساني يتعلق بالمحتجزين من غير الجنود الصهاينة رغم أنهم مستوطنون أما فيما يتعلق بالموضوع السياسي فنحن أيضا أبلغنا جميع الأطراف نحن لسنا بصدد البحث في أي مشروع سياسي لأن المطلوب اليوم إنهاء الاحتلال أما الموضوع السياسي فهو قرار وطني فلسطيني يقرره الشعب الفلسطيني باختياره ونحن لنا تجارب كشعب طويلة وعلى صعيد المنطقة هناك شعوب أخرى مرت بتجارب شبيهة بتجربتنا في الاحتلال يمكن أن نستفيد من تجاربها لكننا لا يمكن أن نقبل إملاءات أو ترتيبات تأتينا من الإدارة الأمريكية أو رغم أننا كفلسطينيين تأتينا من الإدارة الأمريكية